يعني أصبحنا في مصر عندما نسمع أو نستمع إلى كلمة لجنة بنجد أن المسألة يعني بعدها يعني عفوا بتترهل المسائل جدا ماذا يحدث في المجلس الأعلى للثقافة وهؤلاء الكبار أصحاب العقول الكبيرة فيه بيصدروا أشياء معينة تذهب إلى أين وماذا إلزاميتها للمجتمع اسمحي لي حضرتك أولا نحن نوضح أن طبيعة تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة تختلف كليا عن اللجان التي نسمع عنها اللجان بتشكل لأغراض وقتية لمعالجة مشكلة معينة الحقيقة أن هيكلية المجلس الأعلى منذ بداياته وتبع للقانون اللجان هي بمثابة القلب فيه فهي تختلف في طبيعتها وفي مهامها عن أي لجنة بتشكل لأغراض أنا عايزة أقرب لو سمحتي لي عشان كده كنت عايزة أقول أنا الحياة من وقع خبرتي في هذه اللجان عايزة أسأل نحن في مصر كان لدينا دائما مجالس قومية متخصصة كانت المجالس القومية المتخصصة لديها وتمتلك خبرات عالية جدا في التخصصات المختلفة وكانت ترفع توصيات ومقترحات الحقيقة أنه في ظل غياب المجالس القومية المتخصصة الآن الجهة الأقرب لتأدية المهام التي كانت منوطة بالمجالس القومية المتخصصة هي لجان المجلس الأعلى للثقافة نحن لدينا 24 لجنة كما ذكرت تغطي تقريبا كل المجالات فيما عدا المجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا وحتى تلك وضعنا في اللجان الجديدة لجنة للثقافة العلمية ولجنة للثقافة الرقمية فبس إحنا نتفق على أن عمل لجان المجلس ليس عمل روتيني لأداء غرض محدد مرتبط بمهمة محددة موقوطة بزمن معين هذه اللجان مستمرة بيتم تجديدها لها هذه اللجان دكتور مثلا على سبيل المثال بنتكلم على المجال اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي أو بنشتغل فيه الأعلام هناك لجنة للأعلام تصدر توصيات وتكون هذه التوصيات عادة نتيجة بحث ورؤية وفهم كبير جدا لأن فيها عدد كبير جدا من أصحاب العقول الكبيرة في هذا الموضوع لا ده أكيد يعني لجنة الأعلام أين تذهب توصياتها وهل الأعلام في مصر يستفيد ويرحب ويستقبل ما تتواصل إلى لجنة الأعلام في المجلس الأعلى للثقافة؟ طيب دائما كان فيه حديث ويمكن حضرتك طبعا كنت جزء كبير منه موضوع العلاقة بين الإعلام والثقافة أيها وهل تصل الرسالة الثقافية أو المنتج الثقافي إلى كل فئات الجمهور المستهدفة؟ وهل يتم تسليط الضوء الإعلامي في المقابل على كل الأنشطة؟ أنا أريد أن أقول لحضرتك تم توقيع التفاقية أو بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للإعلام لتغطية أحداث ثقافية مهمة كان شيء جميل ده جديد حضرتك يمكن المهرجان القلعة بيزاعي يوميا على إحدى القنوات بعض البروتوكول الحقيقي بيغطي أحداث ثقافية كثيرة سواء منها ما يتعلق بالأوبرا أو أنشطة في قطاع الفنون التشكيلية هذا جزء كان مهم جدا الحقيقة وأعتقد أنه حضرتك الثقافة والإعلام هذه خطوة هذه خطوة يقينا بتحقق جزء من الأهداف المرجوة في الوصول بالمنتج الثقافي إلى كل الفئة لأننا الحقيقة من أصحاب قناعة أنه مهما كان دور وسائل التواصل الاجتماعي ومهما كان دورها في التأثير على فئات فلا زال الإعلام خاصة التلفزيون له الدور الأكبر والأكثر تأثيرا على فئات المجتمع ولا يوجد حتى الآن أي وسيلة إعلامية أخرى لها نفس تأثير التلفزيون الذي يصل إلى ملايين من الناس في وقت قصير جدا ويحدث تأثير لا يمكن أن تصل إليه أي وسيلة إعلامية أخرى صحيح علشان كده عايز أقول أنه هذه خطوة بإذن الله يمكن تتبحها خطوات أخرى في سبيل تحقيق انتشار أكبر ووصول أكبر للمنتج الثقافي إلى كل شرائح المجتمع في كل أقاليم مصر